على شماعة تمتين إمكانيات حرسها تعلن إيران تعزيز حدودها مع العراق بمعدات بصرية وأجهزة ذكية قالت إنها خطوة في سياق ملاحقة جماعات وصفتها بالشريرة ودعم السيطرة الاستخبارية لديها ولم يغب بعيدا اتفاق العراق وإيران لتعزيز أمن الحدود المشتركة حينها خرجت تهران بشعار أمن إيران من أمن العراق لكن الميدان له حديث آخر مختلف عما تبدو له الصورة التي رسمتها إيران بتبرير الخطوة الحدودية من حيث أنها بررت ما تفعله باتخاذ تدابير تتعلق بإمدادات الكهرباء والمياه وبناء المرافق التعليمية والخدمية للوحدات والعناصر الحدودية من حرسها إذ أيدوا ضالعون في المشهد الإيراني العراقي والحدودي على وجه الخصوص بينهما أن قناع التبرير الإيراني يخفي وراءه تجاوزا على العراق بدخول أكثر من 30 كم وضعوا فيها دعاماتهم وبنوا مخافر جديدة بعد أن هدموا مخافر العراق الحدودية وإلى قائمة التجاوزات الإيرانية تضاف بحسب خبراء قضية السيطرة على حقول نفطية منها حقل مجنون وحقول غرب القرنة ونفط خانة أما عن تأمين الحدود والاتفاق الأمني السابق والذي طالبت به طهران بشدة فلم يخرج عن نطاق حماية إيران نفسها من الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لنظامها إذ تتوارد تقارير منظمات مختصة عن نسبة تهريب للمواد الممنوعة وإدخال عملة مزيفة عبر المنافذ الحدودية تحركها عصابات إيرانية لتسويق تجارتهم في الداخل العراقي أو كما يقول مختصون وبين المستور والمعلوم وبعيدا عن حديث رسمي تنطق به إيران لتبرير خطواتها الحدودية فإن لسان حال الشارع العراقي والشعبي منه تحديدا يعمق قناعته بانتهاك إيران للمقدرات العراقية بذريعة الدفاع عن أمنها وأمن العراق أو كما يقول لسان طهران الرسمية ترجمة نانسي قنقر